السلام عليكم مشاهدون و preocupتي على الدرجة من اليوم اليوم معنا مس giving اليوم عنوا المحاضزة البند petroleum بتها الدودية هي متزمًا يعني عاليات المجلسيًا هي تلك المعابل لألب blueprint أنها تسم SAW الإصابات الأمعاء الأخرى زرقون تقوم بتقديم weight يعني لحد الآن وعلماء ما ثابتين شين وظيفتها تقوم بالجسم طبعاً أكوة النظريات من حتى يقول أنه الابندكس شان يستخدمها البشر حتى يهضمون المواد العشبية مثل أوراق الرجال الآخرة عندما كان الهومن أو الإنسان القديم هو يشتراح نظام الصيد وجمع الثمار هذا طبعاً النظريات كلها نأتي الابندكس نحن نهتم معتباً جراحة نهتم بالأناتومي مالتها تمام والفايسلوجي مالتها والالتهاب مالتها والأميدك داريتس أيضاً نحن نشرح الأناتومي لأن التومي لازم تعرف من عدة عدة شرط أول شيء بلايند ماسكرا تيوب وث ميوكوس ماذا يعني المعنى أنه هو ماسكرا تيوب تيوب عضلي مبوب عضلي أعمى أعمى يعني شون يعني مزدود يعني إلى نهاية مغلقة وث موسكرا يعني طبقة مخاطئة موسكرا طبقة أعلى من الخطئة وماسكرا وعضلية هي هاي الطبقات مع المن الابندكس أو الزائدة الدودية طبعاً زائدة لأنها زائدة لأنها زائدة لأنها زائدة لأنها زائدة دودية ودودية لأنها شكلية مثل الدودة المورفو غارج كيمات is the under the distal end of the large sechum found in many lower animals يقول هي عبارة عن distal end نهاية مغلقة موجودة وين بالlarge sechum السيكر هو هذا السيكر هاي اللي هنا هي السيكر تمام هي موجودة بنهاية السيكر تمام تمام البوزيجينس مالتها أو الوضعيات مالتها تيجي أما ريتو سيكر يعني خلف السيكر اللي هاي المغطاية سيكر 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 يعني نحو الحاوض اللي هي هاي نحو الحاوض طبعاً نسب محفوض ملطوب وحفظ سيكر 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 خلف السيكر بريال واحدة بالمية أو بوستيار تمام هي هاي المواضع مالتمن مال المنتكس تمام أو الزائدة الدودية هذاني مواضح لني النسب محمى جداً حفظ 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 يعني اما للعلب يعني اما باراسيكر تمام والآخري فإذاني نسب مهمات حفظ مثل ما قلنا موقحة أو هي نتوب مالتها انه هي مبوب عضلي مع طبقة مخاطية مبوب عضلي عمل يعني عمل المسدود مع طبقة مخاطية وطبقة عضلية والآخري الآن هنجي نشوف مواصفات مالتها من ثمانية إلى تلتعاش سنتيم طبعاً طولها يحتمد على عدة أشعر أول شيء عمر الباشنت مثلا بالأطفال تختلف عن الكوار باللكوار تختلف عن الـ الكوار تختلف من شخص آخر مثلا الثانيات عمره 30 بس هذا البندكس مثلا طولها ثمانية سنتيم ذاقة طولها 14 سنتيم والآخري شو يقول القاعدة المالتها مرتبطة بسطح السيكم بواحد إنش يعني مسافة الإطباط بين هاي بينها وبين الأبندكس واحد إنش تقريباً اثنين ونوص سنتيم الآن دة مسوا بندكس وجد المسو они المسو أبندكس المسو يسق المسو أبندكس ميسو أبندكس هو عبارة عن هذا الغلاف الجلدي كيف يحدث هذا الكبب ما متفعه من برونش آف ثي بوستيرر سيكو آر تري تمام ما متفعه من برونش آف ثي بوستيرر سيكو آر تري وعد شنو عد فان هذان من عين الجاين من عين الزي بوستيرر سيكو الزي هذين شنو انه هذين الارتري والفين الموجودات وين بالمينس وابندكس كونتينس المعدة او جاء البطن بشكل عام الانسان يقسموها الى عدة مناظر ماذا ما نشوفون قدامكم المعدة يقسموها الى عدة مناظر نعم منطقة تسع مناظر الى عدنا هي الرايت هايبو كارديوم وابريوتك ريجون عفا وليفت هايبو كارديوم ورايت لمبار وليفت لمبار ورايت ايرك ريجين وهايبو غاسترم وعدنا ليفت ايرك ريجين والاخرية هذين المناظر طبعا الابندكس هو الموقع موقعه بالرايت مو باللافت بالرايت الرايت ايرك ريجين او رايت ايرك فوسة هاي موقع الابندكس وين تحديد موقع الابندكس هنا يصبح موقع الابندكس هاي النقطة يصحوله مكبيري بوينت مكبيري بوينت هاد الدكتور اسمه مكبيري هو اكتشاف هاي النقطة انه هنه موقع الزائد الدودية بالضبط وحسا هنشوفها عشر حيضا فمثل ما قلنا انه مكبيري بوينت هو هاي النقطة اللي اشارت لكم عليها بالمواسقه بشوية هي هاي موقع اهل من الابندكس بشكل مضبوط يقول يقول من السهل الاعثور على النقطة الخاصة بالابندكس من خلال شنو خلال من خلال سحب السيكم ويتطلع عليك الابندكس مباشرة تالي اشيك انها تطلع الابندكس مباشرة لان اكثر شيء نسبة الابندكس موجودة هي بالريتوسيكل هسا ننتقل موضوع مهم جدا 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 هو الاكتوة ابندكس تايتس ابندك تايتس طبعا الاكتوة ابندك تايتس معناته التهاب الزائد الدودية الحاد اكتوة يعني حاد كرونيك يعني مزمن شو قول لحد الان ما معرف شنو هو السبب لحصول عملية التهاب الزائد الدودية لحصول عملية بالعراق الزائد الدودية تلته شلون تتهي بسبب وجود بكتيريا بيها طبعا سيجيني واحد يقول لي ايه لمعام موات المو تحتوي على بكتيريا ايه نعم تحتوي على بكتيريا شا ليش ما تلتهي بالانسان الطبيعي انا قل لك ليش ما تلتهي عندما ياخدون الابندكس او لتحليل يلقون قدة مجموعة اقروبات متنوعة من البكتيريا ما يعرفون يا هي تسببني الماضي او يا هي تسببني الالتهاب يعني مثلا انا عدي خمسطعش واحد خمسطعش واحد واحد من هذول الخمسطعش قام بعملية السادقة هذا يعني السبب بس مو السبب الرئيسي مثلا يقول لك شو سبب التهاب لابندكسي مثلا تقول لي وبستكشن انسداد الاخرين من ضمن الاسباب او الكوسيس هي البكتيريا او البكتيريا بس احنا يا بكتيريا ما نعرف بالضبط يعني هنا اكو بكتيريا تسبب من التهابس يا نوع من نوع البكتيريا ما نعرفها تمام هذا يعني بشرح اكثر بسيطا لهذا الحاج شو يقول يقول قد تكون من اسباب انه هاي الابندكس هو شنو هو الدايت او النظام الغدائي يشتور بانسان هو يحتوى على الكثير من الفايبر ويقول الشخص مثلا يتناول خروف بشكل كافي يتناول كاربوهدات بشكل عايق كيك صمون و هوب وشكل مفرد كل يسبب منه قد يسبب منه عبندكياتات النقطة ثالث شو يقول يقول عندما بمراحلة الطفولة اللي حضة الانفكشنز عالية خاصة الانفكشنز يعني شنو يعني عندما يكون الطفل مثلا صغيرون يلعب بالشارع يأكل وصاخة اكله ونظيف يعني ما يغسل زيام هاي ويصاب دائما بشنو بالتهابات بالمعدة او بالعمعة ويستخدم انتباياتك بشكل عالي هذا قد يؤدي او احد اسباب انه هذول الاطفال يصر ادهم ابنديكس مثل يطلع عمر 14 في مصار السنة تلقى عدى ابنديكس ليش يصر ادى ابنديكس بسبب انه مو جدا حياة او النمط حياته مو صحي او مو نظيف استخدام انتباياتك انتباياتيك ادنى ساير بالاعلاق مثل الزراطة اي واحد يجي استخدم انتباياتك الانتباياتك لازم تستخدمه بالنعي يعني كل انسان او كل عائلة من العوائل او كل اسطر من الاسر عندهم انتباياتك فعال اليهم انتباياتك انواع متعددة اكو ناس تأثر بالانتباياتك less than break مثل هجين أو أنتبايتك جديد أو أنتبايتك قديم أو أشخاص ميت أثنب أنتبايتك معين أو ناس يساعدهم مثلا حساسي من أنتبايتك مؤاخر مثل أدنى حساسيات ينبيسيلين إلى آخره من الحساسيات أو من التأثيرات السلبية لأنتبايتك في العراق أو بشكل عامل يعني الناس لن تصل من أنتبايتك للإنفكشن بدون دراسة بدون عنم بدون إلى آخره هذا قد يؤدي إلى شنو أنه هاي الأشياء ترتبط مع بعضها مثل ويسوء التغذية ويالكاربوهيدرات العالية أنه يصير هذا الشرص عد أبيندكس تمام تمام يقول مثل ما شرحت لكم أنه الأبيندكس عادة تكون أو الذهاب الزائدة الدودية عادة يكون يرتبط ويا شنو ويوجود بكتير داخل الأبيندكس بس هاي البكتيريا يقول بس ما يكون مثلا بكتيريا أي هي المسؤولة لا يعني مثل ما قلنا نجيب 15 واحد واحد من أجلهم هذا باقي فنقدم ذلك مستحش أنهم كلهم باقوا تمام تمام هاي واحدة من أسباب السبب الآخر هو الابستكشن هو الانسدار الانسدار عادة تشيصي مثلا انسدار مثلا أسواية نواية قوية إلى آخره من الأشياء يعني أي شيء ينسد الابيندكس كنات الابيندكس مثل ما قلنا كنات الابيندكس هي تطلع من السيكم هذا السيكم هذا السيكم هنا فإذا جلت حسواية أو في شيء غريب يجي يسد الابيندكس راح تلتهب ليش لان تلتهب للمنطقة ذي شار تجمع به البكتيريا وهي غنية مثلا بالفيزلز والكابليلز يعني بها مواد غذائية عالية فراح تجمع البكتيريا وتلتهب ويصد لدينا ابيندكس تمام؟ شو؟ في أخار الابيندكس هو أحد الأسباب نجي مثلا نرويكم صورة احنا عدنا ابيندكس ها نبثنا بالإنستاد وهي شكل ابيندكس فهي يساون حميه مثل ما يشوفون أغلب الابيندكس يعني الحالات ما الابيندكس أو التابرات الزادة الدودية هي بسبب الابيندكس تمام؟ هنا مثلا عنا ابيندكس حسواية إلى آخره وهي الصور موضحة قدامكم نجي هسا لريسك فاكترز يعني عوامل الخطر شن؟ عوامل الخطر للزائدة الدودية أو يصحيح بسبب الابيندكس يعني انفجار الزادة الدودية انفجار أو ثقوب إلى آخره يعني شخص ما تحب تترجمها؟ هنا ست عوامل الخطور أول شيء أكستريم س ايج اكستريم س ايج شيء معنا تعطي عما واحد عمره فوق الستي مثلا خمسة وثمانين تسعين سنة أو واحد عمره صغير مثلا عمره سنين سنتين إلى آخره ستصبحوا لأكستريم س ايج يعني أعمار لا هو طفل يعني لا هو طفل مثلا عمره ثمانين تسع سنين ولا هو رجال مثلا عمره بالأربعين أو بالخمسين تمام؟ تمام هو يعني عالي كل شيء او صغير جدا اثنين اميونسفترشن اميونسفترشن هو كبتن مناعة كبتن مناعة يعني يخلوني إنسان مناعة ضعيفة دايبيتس السكري فورثي أوبستركشن يعني انصداد عن طريق حاجة زائدة مثل حصوة مثل النوعية إلى آخرين بيلفك ابنتكس الابنتكس المتجه نحو البيلفك هاي قد أثرني أو واحد الأسك فاكترس أو بيريفيوجين اوف ابنتكس تمام؟ بروفايز ابدماني سيرجري ديليد داكنوسيز اذا كان نسو عملية جراحية بالبطن سابق مثلا قابل سبت وشوشانت عنده عملية جراحية او قابل خلت وشوشانت عنده عملية جراحية لسه نجي للسبتمز او ابنتكس الشي السبتمز يعني هي أعراف اللي يشكملها ادهن البنشت او البنشت يجي يشكملها ادهن هنشون اول سبتمز هو البريرامبول كوليك تمام؟ او يصحوله مغص حول الصرة الصرة مع الإنسان يصير مغص مدائرة تمام؟ مغص يعني آلام بعدين قدنا بين شفتنج تو ذي رايت ايليك فوسا قدنا الم يكون في المنتصف بعدين يتحول الالما للرايت ايليك فوسا مثل ما قلنا اهم شي تعرف انه الابنتكس موجودة وين وانواحة شنو يعني المواقع مارتها المواقع مارتها هي رايت ايليك فوسا تمام؟ وتعرف المواقع مارتها مثل ما قلنا اكون انا في الوسط بعدين يسوي شفتنج الى الرايت ايليك فوسا بعدين عدنا النوركسية النوركسية هي فقدان الشهية عدنا النازازية هي الغثيان ايه كلينيكال ساينز ان ذا ابنتيس الى الى اعراض مثل يش مثل البيريكسية يعني ارتفاع درجة الحرارة الوقت تريندس ان ذا رايت ايليك فوسا والمسكراي غريندينج وريباوند تريندس شننشوف البيريكسية ارتفاع درجة الحرارة اثنين هي تورم موضع الوقت تريندس ان ذا رايت ايليك فوسا تورم سوء على المكبير بوينت المشتون ورامز غيره تمام 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 موسكولي غريندينج موسكولي غريندينج مراقبة عضلية وريباوند تريندس شوف او شنو او ايه او ايه او التابع الزادة الدودية من تخلي صبعك على المكبير بوينت وتضغط راح يتألم ومن يتوخر صبعك هن راح يوجع يتألم هاري صحولي ريباوند تريندس او ريباوند تريندس بين تمام هاري بوينت تريندس بين مثل ما قلنا من تخلي صبعك على المكبير بوينت مثلا البيش ديجاك تقول لي وين الالم يحق لك او يقشر بصبعه على المكبير بوينت مو بايدة بصبعه على المكبير بوينت من ايش لك على المكبير بوينت انت تجي بصبعك تضغط عليه اذا كان عنده علم فانت الشرك انه عدا او تاب زادة الدودية ما توقف صبعك هم ماتين راح يرجع يتألم هاري صحولي ريباوند تريندس اوكي اوكي يعني سيبتمس واللكنيكة السيئزة بدأنا جدا مهمات يجينا كشكل ام سيكيور وصح وغلا اذا ننتقل ميزات خاصة وفقا لحالات الماضي راعدنا نوع المرضى خطر عندهم الابندكس يعني مرضى السميني او البديني راعدنا البرمسي الحوامل الماضي 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 يقوم بالطبيب او تغير من بعض الساينز الموجودة عند الاطباء او لعدة التشخيص الطبيبي ذاك يضطرون الى استخدام التصوير اشعاعي التصوير التصوير اللابروسكوبي is a particle useful in the obese patient as it may be the need for the large abdominal injection يقول تنظيم بطن مفيد بشكل خاص في المرضى السمينيين لانه قد يحجب الحاجة الى شكل البطني كبير يقول اذا احنا مثلا واحد او بيس او مدام نستخدم العملية ونشق بطنه لانه نستخدم اللابروسكوبي اللابروسكوبي نستخدم هذه العملية من خلال اللابروسكوبي اللي هو تنظر البطن نستخدم او استكشاف البريكمنسي البريكمنسي شارته مساعدة انا اقول لكم ليش البريكمنسي هي من ارد هي عندها تشتيه تاكل فالاعراض مالتك تشابه ويما اغير العراض البندكس تتقرب من العراض البندكس اذا كان اعداء البندكس وريد نسوي العملية فانه مشاكل خاصات الطفل هي من 3 الى 5 بالمية وتزيد طبعا الى نسبة 20 بالمية اذا صار انفجار اذا صار انفجار اذا صار انفجار بزادة الدودية يصير نسبة الوفاة الطفل 20 بالمية طبعا زادة الدودية مثلنا حالة طارعة او عملية حالة طارعة او عملية حالة طارعة اذاك لازم نشترى ورا يوم اذا اتأكدنا اذا كمنا الانالايزيز ماته التحليلات المختبرية وشكنا انه اعتبر اندكس فنسبة وفاة الطفلية من 3 الى 5 ولكن تزيد هذه النسبة الى 20 بالمية اذا اكتشفنا انه الابندكس ماته من فجرة هنا حالة ان حالة تتأثى حالة الفيتا الطفل او الجنين راح يموت بنسبة 20 بالمية اذا اكتشفنا انه الابندكس ماته من فجرة الآن يجي شن هي التحليلات المختبرية اللازم نستويها للمدراتيس حتى نقف انه تشخص ابندراتيس او لا طبعا التحليلات عن قسم العدد اقصى القسم الاول اللي هو روتين تحليلات روتينية اللي هي مثل فول بلاد كاونت وعدنا تحليلات سيلكتف التحليلات السيلكتف هي التحليلات الدقيقة مثلا عاني ادي رجال عدي انا في معتة رجال النفطة لعمر 45 سن طبعا الكيسات تانون عليها شوية هنزلكمها ان شاء الله بعد قدت ايام مثلا ادنا شخص اجانا شخص عمر 40 سنة يعاني من انم في البعيدة بس مو على المكبري قد نشرك انه مو عدي قد يكون عدي مثلا سيدات بالقالون عدنا يمكن قالون عصبي تمام الاخري من الامرات حسب حسب ايضا نسوي تحليلات سيلكتف خاصة بمثلا خليه يسوي ثاني ثاني مثلا مثلا امرا 25 سنة قابل مثلا 6 شرط او مززوجة وجدت ادها الام في معدتها ما نضح خليه خليها تسوي ارتراساوند و سيتي سكان لا هخليها تروح تسوي اختبار مال حمل يمكن ادها حمل مثلا الحمل والمقداريتس خاصة عن الأدورت فيميل هي الشاب غاثيان عدم شهية للأكل اه اه عراض الاتحارات مال او او احنا شنو ندزها 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 مثلا هاي مالا بس اذا جانت جرخمات اكيد هاي غباء فاحنا ادنا تحليل نوعي من التحيار ادنا الروتينية مثلا CBC او CBC اختصاره ويوني نراسيس تحليل ادراع بقعدنا سيلكتر سيلكتر في ما قلنا وما رأي او هاي خمسة وعشرينة كبستة شهم الزوجة نا نوديها على بقمانسي تيست على اختبار حمل الشخص جانا ادى علم فيه المعدة نودي سيتيسكا مثلا او راديوغرافي تصوير بلا شعر اوكي يعني تشخيصات حسب الكيسيز او حسب البيشت نفسه شلون يعني شنو الامة شنو عمرها شنو مواصفاتها بس اذا جاء مثلا طفل عمر تسع سنين ادى علم وتلقى الشلي والشرع مكبير بوينت وسوى تلقى سيتي لقيت الويت بي سي ما رتم علق او مرتفع كل شيء مرتفع عن تقريبا ثلاثين الف اربعين الف ننشك انو ادى هذا بنتهي تست اوكي نودي نسوي للتستات وبعدين ندخل لأوبرايتف روم ادنا الفرادو شنو تقييم تقييم حالة البيشت ننقيم حالة البيشت اذا حصلنا رقم معين نشك انو هذا عدى بندس واذا حصلنا قمنا الرقم هذا المعين فما عدى بندس واذا اعلى من الرقم المعين فهو عدى نسبة بندس مية بالمية الرقم هو عشر اوكي اوكي شوف المتري يعني شنو اذا اقال انو عدى الم بالرايت ايريك فوسي باين نطيق نقطة واحدة اذا جانب ايشت نفتر جانب ايشت عنده الم وين برايت ايريك فوسي هنطي درجة عدى نوكسرية نطيق درجة عنده نزلزة انفوموتيك نطيق لدرجات جهاز صار عدى عدى كلاف بس هل هاذي انو مية بالمية عدى بندس لا ما عدى مية بالمية بندس ثاني ساينز الي هو ثاني علامة الي هو تريندس رايت ايريك فوسي نطيق على درجة الي هو الالم من نضغط على المكبيري بوينت يشعر بالالم ومن اخر صبعي ايضا نقوم يشعر بالالم هنطيق نقطتين شفنا انو هاذا عدى لتريندس بين اذا نطيق خمسة نقاط ليش نعلم لاني عليك لا على واحدة وحدة وهذه اثنين صار عدى خمسة ريبوم تريندس نطيق سبعة الالفلات ارتفاع بدرجة الحرارة نطيق ثمانية لابراتي تيست لدينا ليكوسايتوسيس مرتفعة دوايت بي سي مثل ما قلنا نطيق ثانية لدينا شفت و ليفت جد المجموع منتنا صار لدينا عشرة مثلا اذا عطانا من خمسة الى سبعة انشيك بي ادى بندس تمام انشيك بي انشيك مو متأكدين انشيك بي مثلا اجان هو نسا نطبك من مثال جاءتني مرة عدها نزازي عند فومنتيق ما يعني غثيان وتقيق نطيها واحد سواتيها ترندس بين نطيها اثنين اثنين صارتها واحد واثنين ثلاث ريباوند عدها عدها ريباوند صارت اربع سواتيها ليكوسايتوسيس صار مثلا لقيتها ثلاثين الف شكيت انو عدها شكيت عدها ستة من اشرة ستة من اشرة شاك بيها عدها ابندس ما متأكد اني شاك بيها شكيت نسبة خمسين بالمئة نخليها تروح سويلي سيتيس كام او راديوغرافي تصوير يعني بلا شعة وتجيني من تجيني نشوف العبنس مارتها او عفوا نشوف الصورة مارتها ونشوف اذا عدها امدريتس او لا اوكي هاي الكيس الاول الكيس الثاني نفتر رجاني طفل عده اناروكسية عندنا زرزي عند فومنتينك هاي الطيت اثنين عده ترندس رايت ايريك فوسي هاي الطيت اشكيت اربع عده ريباون طيتها خمسة سويت لليكوسايتوسيس لقيت الوايت بي سي عده 30 الف انه هاي اشكيت ثمانية من عشرة ثمانية من عشرة اذا اكيد عده ابندكس تمام؟ تمام يعني كل ما اقترب الرقم من العشرة كل ما قلت انه عده ابندكس كل ما اقل الرقم كل ما الابندس اقل ماذا نشوفنا هاي الصورة ايش عن مقدار ايه هال الابندكس التريتمنت عدنا التريتمنت نو اوبرايتف و عدنا الابرايتف النو اوبرايتف هو نستخدم له الادوه اللي هي الادوه هي الانتي باياتيك يعني مضادات حيوية على كثير الدفعات تمام؟ و من خلال الفين او من خلال انترافينس او العفي عدنا ستكا فو ستوبينج كونفرس تريتمنت مثل رايسنج باياتف راياتف ناكريز او سبريز ابتمال البين ناكريز او و عدنا المعلاج هو المجلسطوم ناها الصورة توضح لك المثمقن انه هي براحة هاي هاي النقطة الحمره هي مكبيري بوينت انها عدنا صورة عملية جراحية استخراج للابندكس مثل ما يشوفون هاي هي الابندكس جايز استعصرها بعدين رجوع خيطة الجراح والتامج ولهنا كون وصلنا النهاية ها المحضر رب يحفقكم وحفظكم جميعا واشتكم ان شاء الله في محضر جايه في ايمان الله